قريباً قد يصبح الملايين من الأسر والأطفال يائسين دون غذاء أو مياه أو خدمات صرف صحي وهذا كله بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة واستمرار القتال بحسب منظمة اليونسيف في حديثها عن آثار الاقتتال في الحديدة واقع فضيع كما وصفته المنظمة من المرجح أن يسوء أكثر إذ باتت أعداد متزايدة من الناس في مواجهة احتمالات حقيقية بالموت والمرض خاصة مع الارتفاع المخيف في الأسعار الذي رافق الهبوط الشديدة للعملة المحلية ارتفاع الأسعار عكس على أكثر انقطاعات أهمية ويهدد بانقطاع خدماتها فوفقاً للتقرير الأخير للمنظمة لن تتمكن عدد من الأسر من الحصول على مياه أو خدمات صرف صحي مأمونة ما يترتب عليه انتشاراً للأمراض وزيادة في سوء التغذية وبالأرقام يقدر أن ما يزيد عن مليون شخص إضافي سيصبحون قريباً ممنهم بحاجة ماسة لمساعدة أساسية للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أيضاً أن يزيد عدد الأسر غير القادرة على تحمل كلفة المواد الغذائية الأساسية إلى أكثر من ثمانية عشر مليون شخص تقرير جديد يشبه سابقي أرقام كارثية وتحذيرات انتفاق من ما زال مستمراً ومناشدات لإرساء سلام ينهي معاناة المواطنين